مبدأ كتابي مهمة قوي يعني في كل صفحات الكتاب المقدس عن النعمة والقضاء يعني الله بيخلصنا بالنعمة مش كده لكن النعمة لا تمنع قضاء الله مش كده النعمة الله لا تمنع قضاءه لا تمنع حكم الله يعني فيه مبدأ واضح خالص ان ما يزرعه الانسان ايه اياه يحصد ايضا فده مبدأ واضح في الكتاب المقدس فلاقي مثلا داود لما اعترف نسان قال له الرب قد ناقل عنك لكن كامل وقال له لكن السيف لا يفارق أدوني بازق لما نقر عنه بسفر القضاة أدوني بازق قال السبعين مالك قطعت أباهم أيديهم وأرجلهم الأبهام ده سبعين مالك هو قطع الأباهم يديهم ورجليهم هم يلتقتون الطعام تحت مائدتي يقول إيه كما فعلت كذلك جزان إيه الله الموضوع في الصحة 18 ده مش بيتكلم عن الحياة الأبدية ولا بيتكلم عن خلاص يعني الخطاط خلاصهم وتبريرهم يعني ولا بيتكلم عن الحساب في يوم الحساب في الآخر خالص لكن الموضوع في الصحة 18 بيتكلم عن طرق الله العادلة طرق الله البار إزاي الله إله كل نعمة بس هو في نفس الوقت برضو بيعاقب ويقدب سواء كان المؤمن أو الخاطئ على خطيته وإنه كل واحد يحمل يحمل خطيته ولما بيتكلم عن الحياة هنا مش بيقصد بها الحياة الأبدان لكن يقصد بها الحياة على الأرض هنا إن البار يحيا بمعنى يحيا هنا على الأرض والخاطئ لما يعمل خطية الرب بيعاقبه هنا طبعا الخطي ليه عقاب تاني في النهاية ليه أنا بقولي الكلام ده الكلام ده لأن الشعب هنا قالوا مثل هنقراه فصحة 18 قالوا إيه المثل ده الأباء أكلوا الحسرم وأبناء وأسنان الأبناء درسة مش كده الحسرم اللي هو العنب العنب اللي ما استواش العنب الأخضر ده لما تاكلوا لسه ما استواش سنانك تعمل ايه تدرس مش كده فهم قالوا ايه الأباء أباءنا يعني هم أكلوا الحسرم هم اللي عملوا الشر وإحنا اللي بنعمل ايه نحصد إحنا أبرار إحنا أبرار إحنا ما عملناش حاجة بس إحنا اللي بنحصد النتيجة دي بس الأباء هم اللي عملوا ايه عملوا الخطيئة وعملوا ايه الشر ده لكن الرب هيرد عليهم بعد كده وبيقول لهم أنا ليه كل نفس أنا أقدر بسلطاني أقدب الأباء وأقدب ايه الأبناء مش كده لكن كل واحد يموت بايه خطيئته وبعد كده حسقيال بيدفل الصح ده يدي ايه تلت نمازك عشان يوضح الموضوع ده يقول ايه إن فيه واحد بار وعمل كل ما هو بار حسب النموس هنا أنا معاه كلام ووضع حسب ايه النموس يعني قطاع النموس وعمل كل يعني البر اللي في النموس تمام هذا الشخص البار ده خلف ابن لكنه خلف ابن ايه ابن شرير مش كده الابن الشرير عمل كل ايه عمل كل الشرور والابن الشرير ده بعد کده خلف وأنجب فأنجب ابن ايه ابن بار ابن ايه بار فالسؤال هنا هل الابن البار يعاقب بسبب خطية أبوه؟ طب هل الابن الشرير يحيى بسبب بر أبوه؟ يقول لا النفس التي تخطئ هي ايه؟ تموت فموضوع الأصحاح ده بيتكلم عن المسئولية ايه؟ الشخصية المسئولية الفردية إن كل واحد واحدة مننا هو مسؤول عن خطأه مسؤول عن خطيته فمش شرط أنا أبوي قديس يبقى أنا أتولد برضو ايه؟ بار مش شرط مش كده؟ فأولاد سمويل كانوا ايه؟ أولاد سمويل كانوا ايه؟ سمويل النبي كانوا أشرار مش كده؟ أولاد عالي الكهن كانوا ايه؟ كانوا أشرار مش كده؟ إذن البار لا يموت بسبب بر أبين والشرير لا يحيا بسبب ايه؟ يعني الاب لا يشفع فيه محدش يشفع فيه كل واحد مننا مسؤول عن نفسه مسئولية ايه؟ مسئولية شخصية طب هل فينا مزج في الكتاب للتلات اجيال دولة يعني؟ يعني واحد مثلا واحد شرير انجب واحد بار والبار انجب واحد شرير فينا مزج في الكتاب؟ حزاقية ايه رأيكم في حزاقية؟ كان شرير ولا؟ حزاقية كان ايه؟ كان كويس صح؟ حزاقية كان ملك كويس خالص كان ملك صالح لكنه انجب منسة منسة كان ايه؟ عمل كل الشر كان شرير مش كده؟ طب منسة الشرير ده انجب بعد كده خلف مين؟ يوشية كان ايه؟ كان كويس جدا مش كده؟ كان راجل ايه؟ كان راجل كويس طب حبي بقى حسقيال في الأصحة ده اللي انا بحكي لكم قصته قبل ما نقرأ بسرعة مع بعض حبي يصلح الاتجاه والفكر بتاعهم هو جالهم منين الفكر ده؟ ربما هم يعني مخهم راح للآية اللي موجودة في خروج الصلاح عشرين وعدد خمسة اللي بتقول ايه؟ انا انا اله غيور افتقد فاكرنا ايه؟ زنوب ايه بقى؟ الآباء ها؟ في الأبناء للجيل الثالث والرابع بس بيقول من مبغضية مش كده؟ ربما هم فيهم الآية دي ايه؟ الآية دي خطأ لكن الرب هنا بيقول انا افتقد زنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع بس ايه بقى؟ من مبغضية يعني لو الأبناء هم مشوا وسلكوا في نفس شرور ايه؟ شرور آباءهم يبقى الرب هيعمل ايه هنا؟ هيعاقبهم ويحسبهم وحسبة شخصية على أخطائهم وعلى ايه؟ على عيوبهم لكن الرب واضح في الأصحاح ده بيوضح هنا بيقول ان الخاط يموت بخطيته مش كده؟ الخاط يموت بخطيته وبر البارع عليه يكون يحسب وخطية الخاط تحسب عليه يوضح ده في حسقيال هنا أصحاح ايه؟ أصحاح آآ 18 لكن في آية تاني في سفر التسنية أصحاح 24 وعدد 16 يقول ايه؟ لا يقتل الآباء بسبب الأولاد ولا يقتل الأولاد بسبب ايه؟ بسبب الآباء كل شخص يقتل بخطيته مسئولية ايه؟ مسئولية شخصية فكل واحد واحدة مننا انا وانت كلنا احنا مسئولين مسئولية ايه؟ مسئولية شخصية عما عما نفعله لكن ارجع واقول ان لصح ده مش بيتكلم عن الحياة الأبدية ولا بيتكلم هنا على يعني نوال الخلاص بالأعمال لكن النموس هنا بيقول من يفعلها يعمل ايه؟ ياحية مش كده؟ ومن يعص النموس هنا يعمل ايه؟ يعاقب لكن الخلاص هو بالنعمة صح؟ بالنعمة انتم ايه؟ مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية مين؟ هو عطية ايه؟ هو عطية الله وفي رمية ثلاثة من عدد اربعة يقول كده متبررين مجانا بيه؟ بنعماته بالفداء الذي بيسوع ايه؟ المسيح الذي قدمه كفارا على الصليف بالإيمان بيسوع المسيح فاحنا بنخلص بالنعمة والنعمة دي على اساس فداء يسوع المسيح وخلاص ويقلينا ازا هزا لا صعب يتكلم عن المسئولية ايه؟ الشخصية انه كل واحد هو مسئول مسئولية شخصية عن الخطأ ايه بتاعه تيجي نقرأ لا صح مع بعض وبعد كده هقول تعليق في الآخر خالص امين؟ يلا نقرأ لا صح ده معاو وشوف ازاي هنا حزقيال هيعالج ده ويقول لهم ما ترموش المسئولية على الآباء ما ترموش المسئولية على الله ده هم في العصاح ده هم هيتهم الله انه طرق الله غير مستقيمة بدل ما يتوبوا ويرجعوا لكن اتهموا الله بانه طرقه غير مستقيمة فهنا هيقول لهم ما ترموش المسئولية على حد لا على الأباء ولا على الله طرقكم أنتو هي المعوجة بدل ما تتوبوا وترجعوا لله بتتهموا الله وده بداية من آدم إن الإنسان دايما يرمي المسؤولية على مين؟ على الآخرين ويرمي المسؤولية على مين؟ على الله صحيح في مسؤولية جماعية على الأسرة مش كده؟ لكن كل فرد برضو بيتحمل مسؤوليته صحيح في مسؤولية جماعية على الكنيسة كلنا يعني لو فينا واحد ضعف وفي طريقه الى الخطأ والخطيئة واجب علينا ككنيسة ان احنا نحذره واجب علينا ان احنا ننزره واجب علينا ان احنا نلحقه واجب علينا ان احنا ننبهه واجب علينا ان احنا نصلي معاه فيه مسئولية جماعية لكن برضو الشخص عليه مسئولية ايه خلي بالكم فالمسئولية الفردية لا تنفي المسئولية ايه الجماعية فهم مش متعارضين فيه مسئولية جماعية لكن كل واحد عليه مسئولية ايه عليه مسؤولية شخصية يلا نقرأ الأصحة لأو وضع خالص من خلال الشرح اللي أنا شرحت وقلت تعليق في الآخر خالص وقت معكم صحة 18 يلا نقرأ مع بعض وكان إلي كلام الرب قائلا ما بالكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل هكل النفوس هي لي نفس الأب كنفس الإب كلاهما لي النفس التي تخطئ هي تموت والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس إمرأة قريبه ولم يقرب إمرأة طامثا ولم يظلم إنسانا بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب أغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسل عريان ثوبا ولم يعطي بالربة ولم يأخذ مرابحة وكف دهو عن الجوري وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار حياة يقول السيد الرب ده النموذج الأول اللي هو شخص بار ده حياة يعني لأنه نفذ النموذ البار ده يخلي بقى إيه ابن إيه هنا شرير يلا نقرأ مع بعض فإن ولد ابنا إيه معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه ولم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال ونجس أمرأة قريبه وظلم الفقير والمسكين واغتصب اختصابا ولم يرد الرهن وقد رفع عينيه إلى الأصنام وفعل الركس وعطى بالربة وأخذ المرابحة أفيحيا؟ لا يحيا قد عامل كل هذه الرجسات فموتا يمود دمه يكون على إيه؟ على نفسه ده إنسان شرير ابن واحد إيه؟ بار بس الإنسان الشرير ده شوفه يخلف إيه بعد كده وإن ولد مع بعض ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولا نجس أمرأة قريبهم ولا ظلم إنسانا ولا ارتهن رهنا ولا اغتصب اختصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسل عريان ثوبا ورفع يده عن الفقير ولم يأخذ بالرضا فأنه لا يموت بإثم أبيه حياة يحيا أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واختصب أخاه اختصابا وعمل غير الصالح بين شعبيه فهوز يموت بإثمه واضحة؟ تعالوا نكامل نشوف هما بقى هيتهم والله بأنه طرقه غير مستقيمة بدل ما الإنسان يتوب بدل ما الإنسان يرجع للرب بخطيته لكن لازم الإنسان يهرب من المسئولية ومن المواجهة ويلقي اللهم يا إما على الآخرين يا معلمين على الله يلا نقرأ بقى الأصحاب مع بعض وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الإبن من إثم الأب أما الإبن فقد فعل حقا وعدلا حفظ جميع فرائض وعمل به في حياة يحيا النفس التي تخطئ هي تموت الإبن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الأب بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياها التي فعلها وحفظ كل فرائض وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت كل معاصيها التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا هل مصرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب إلا برجعه عن طرقه فيحيا وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر في خيانته التي خانها وفي خطياته التي أخطأ بها يعمله يموت وأنتم تقولون ليس طريق الرب مستاوية فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل أطريق هي غير مستوية؟ أليس الطرق غير مستوية؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه فبإثمه الذي عمله يموت وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعله وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه رأى فرجع عن كل معصية التي عملها فحياة يحيى لا يموت وبيت إسرائيل يقول ليس الطريق الرب مستوية أطرق غير مستقيمة يا بيت إسرائيل؟ أليس الطرق غير مستقيمة؟ من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرق يقول السيد الرب توبوا وارجعوا عن كل معصيكم ولا يقول لكم الإثم مهلكة اطرحوا عنكم كل معصيكم التي عصيتم بها وعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ لأني لا أصر بموت يقول السيد الرب فارجعوا وحيوا دعوة الرب لكل واحد وحد مسؤولية شخصية وعايز أقول كم فكرة قبل ما نصلي مع بعض فكرة القدرية فكرة القدرية فكرة القدرية هي سبب من أسباب سامحوني في التعبير ده تخلفنا قضاء وقدر مسيحية ما فيهاش قضاء وقدر مش كده؟ فكرة أن أنا أرم المسؤولية على غيري أو أرم المسؤولية عن الله لا الكتاب يقول لك أنك أنت إيه؟ أنت مسؤول مش كده؟ الله أداك إمكانيات وإداك قدرات وإداك وزنات وإداك حاجات كتيرة قوي ووصائت كتيرة قوي ووضعك في جو رائع جميل قوي أنت مسؤول أنت مسؤول القدرية هي عدم المواجهة أن الواحد ما يواجهش خطأه ولا خطيته ولا فشله لكن يرمي اللوم يأم مع المجتمع يأم مع الآخرين يأم على الله عشان يرمي المسؤولية عنه هو لا الإنسان ما لوم مسؤول الإنسان إيه؟ الإنسان مسؤول أنت مسؤول أنا مسؤول كل واحد واحدة مننا إيه؟ مسؤول مسؤولية كاملة الحياة مع الله هي قرار شخصي الحياة مع الله هي قرار ايه معايا شخصي مش كده يعني مش شرط ان ابويا مثلا خادم انا هطلع خادم او ابويا بارو قديس او مؤمن وانا هطلع كده لا مش كده ولا شرط انك انت توجد وسط الكنيسة كده كنيسة كلها حواليك مؤمنين فانت لازم يعني بالتبعية تبقى ايه مؤمن صحيح الجو ده حلو قوي وصايد جميلة او الرب بيحطك فيها لكن الحياة والعلاقة مع الله هي قرار ايه قرار شخصي يعني ممكن واحد يعيش طول عمره جاء داخل الكنيسة وما خدش القرار ده لا ينتفع شاي مش كده لا ينتفع شاي ممكن واحد يعيش في اسرة مؤمنة كلها او خدام كلهم لكنه ما خدش الخطوة دي مع الله ما خدش القرار الشخص ده مع الله صحيح كان في اسرة جميلة وحلوة كزا لان ابويا كزا لا لا الحياة والعلاقة مع الله هي قرار شخصي ان لم تولد من فوق قرار ايه شخصي امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت ايه آمن مش كده من يؤمن لا يدان فالعلاقة مع الله هي قرار ايه شخصي قرار شخصي ربي ساعدنا عشان كل واحد واحدة مننا تكون فعلا يا اما اخد القرار الشخصي ده يا فعلا اللا ده لو في ناس لسه ما خدتش القرار ده تعبليه تاخد ايه قرار شخصي انا عايز اقوله فكرة تاني ان نعمة الله مش ضد المسئولية الانسانية صح؟ النعمة مش ضد المسئولية الشخصية ولا الانسانية نعمة الله جميلة بالنعمة انتم ايه؟ مخلصون مرات كتير نفتكر النعمة لما بنتكلم عنها كتير ومش بتكلم عن الجهاد وكده نفتكر ان المعنى النعمة دي رخيصة النعمة مش رخيصة النعمة ايه؟ غالية جدا غالية جدا كلفة الله ميه؟ ابنه يسوع المسيح ابن الحبيب كلفة الله. فالنعمة غالية. وكون النعمة غالية انا برضو علي ايه? علي مسئولية شخصية. كون ان الله يلبسك توب جديد كده جميل. ده مسئولية ولا مش مسئولية? مسئولية مش كده? مسئولية شخصية انك تحافظ على ايه? على التوب ده على الحياة دي. عشان كده الرسول بقولش يقول الجهات والجهات ايه? اه فيه جهات مش كده? وقاية الجميلة اللي في عبرانين لم تقوموا بعد ايه? حتى الدم مجاهدين ضد ايه? ضد الخطيئة. والكتاب يقول كتير مرات كتير اصهروا. صلوا. لان لا تدخلوا في تجربة. في مسئولية شخصية علينا. في مسئولية مهمة اوي. النعمة غالية. لكن النعمة مش ضد المسئولية الشخصية. كل واحد واحدة مننا علي ايه? مسئولية شخصية مهمة. لكن نختم بالفكرة الاخيرة. هل في امكانية لتصحيح الخطأ ولا لا? في ايه رأيكم? في في? صح? في امكانية. وهنا بيديها في اخر الاصحاح يدي الامكانية دي. في امكانية. وعاز اقول لكم فكرة حلوة عن حسقيال. حسقيال كان رقيب وكان مبشر. والفرق بين الرقيب والمبشر? الرقيب بينزر الناس. وهو وقف على برج عالي كده يقول لهم خلوا بالكو يحذرهم ان فيه عدو جاي. فالرقيب يحذر والمبشر يفتح باب الرجاء وباب الامل قدام الناس. فحسقيال كان واخد الدورين دول. هو رقيب يحذر الناس من الخطيئة ومن الشر ومن العبادة الوثنية. وفي نفس الوقت هو ايه? مبشر. يعني يفتح باب الامل والرجاء. ويقول لهم كده. هل ما صرة يصر الرب بموت الشرير? الا بان يرجع. مش كده? ويقول الرب على لسانه هنا ارجعه. توبه. مش كده? فالله لا يصر بموت ايه? الشرير. اما الايه اللي يسر قلبه الله? ان يرجع الشرير عن طريقه. ويرجع الشرير عن خطأه. انه ما يرميش المسئولية على الاخرين. ولا يرمي المسئولية على الله. لكن الانسان لما يدرك مسئوليته الشخصية عن خطيئته وخطأه يعمل ايه? يرجع لمين? يرجع. ففي باب للرجاء? اه. في باب للعودة? اه. في امكانية لتصحيح الخطأ? اه. الهنا لم يعطينا روح الفشل. مش كده? الهنا اله الرجاء. ويا سفر حسقيال ده مليان بالرجاء. يذكر كتير العبادة الوثنية. ويذكر كتير عقابة الله ودينونت الله. لكنه يعطي بقى ايه? بريق الرجاء والامل والعودة. اعرى لكم كم اية هنا? بص يقول ايه كده في عدد تلاتة وعشرين معايا من نفس الاصحاح? شفته يقول هل ما صرة اصر بموت الشرير يقول السيد الرب? الا ايه? برجوه ايه. عن طرق فيعمل ايه? فيحيا. بصوا اخر عدد اتنين وتلاتين في نفس الاصحاح يقول ايه كده? لاني لا اصر بموت من ايه? يموت يقول السيد الرب. فارجع وعمله ايه? فارجع وحيه. بص عدد عدد تمانية وعشرين يقول ايه? فرأى ايه? رأى? فراجع عن كل معاصي التي عمل في حياة يعمل ايه? رأى وراجع. رأى يعني ايه? فكر. تأمل كده? وتيب. ده فكرنا بواحد. في لقى خمستاشر. عمل ايه? راجع الى نفسه. شكده? فيه امكانية لتصحيح الخطأ? اه! طول ما نعايش فيه امكانية لتصحيح الخطأ. راجع الى نفسه وقال اقوم. وارجع الى ابي. واقول له يا ابي اخطأت. الى السماء وقدامك ولست مستعى. فقام وجاءة الى ايه? ابي. عاز اختم كلمته واقول له كل واحد واحدة. لسه عايش في الخطيئة. لكل واحد واحدة. لسه بعيد عن الرب. فيه امكانية ان احنا نصحح الطريق. فيه امكانية ان احنا نصحح الخطأ بتاعنا. ان احنا نفكر. وان احنا نرجع. ان احنا نسرق قلب الله. الله لا يصر بموت الشرير. وان الله بينادي دايما باستمرار للكل. ان احنا نعمل ايه? نتوب ونرجع عن ايه? خطيانة. في كل العهد الجديد وفي كل الكتاب المقدس. الله لا يشاء ان يهلك ايه? ونيس بل ان يقبل الجميع ايه? ايه? الى التوبة. والمسيح في متى حداشر يقول ايه? تعالوا الي ايه? ايه? يا جميع المتعبين. وثقي ليه الاحمال وانا ايه? كل واحد واحدة مننا مسئول مسئولية كاملة عن ايه? عن خطأه وعن خطيطه. وعن السك اللي هو ماشي فيه. لكن فيه امل للتصحيح? اه فيه امل للتصحيح. تيجو نصحح الخطأ اللي احنا عايشين فيه? نصحح طرقنا. ونرجع على الرب. نسر قلبه. تعالوا ناخد وقت صلاة. واطلب من فريق يا ريت لو يرنم معنا ترنيمة. تعالوا ناخد لحظات فيها نصلي مع بعض. رأى فرجع. تعالوا نصلي اللحظات دي قبل ما نتناول مع بعض. قول انا مسئول مسئولية شخصية. انا مسئول عن خطأي. انا مسئول عن الحالة اللي انا فيها دي. انا مسئول عن الوضع اللي انا فيه ده. ما ترميش اللوم على حد. ولا ترمي اللوم على الاب. ولا الام. ولا على البيئة. ولا على الحد. صحيح حاجات كتير بتأثر علينا. لكن انا مسئول. انا مسئول. في يوم من الايام هتسمع الكلمة دي. انت بلا انت بلا عذر ايها الانسان. انت بلا عذر ايها الانسان. رب حذرنا. والرب نبهنا والرب فتح قدامنا باب التوبة وباب الرجاء وباب العودة وباب تصحيح المصار قول أنا مسؤول